أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب برسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مارس الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و 400 ألف طن وعدد حاويات تجاوز 341 ألف حاوية من خلال استقبال 243 سفينة متنوعة خلال الشهر وأشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى استمرار العمل على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لقناة السويس حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها